كما يخص مشاركة المنتخب الوطني في نسخة 33 لدورت بوركينافاس الدولية هي تعتبر محطة تحضيرية بامتياز لنخب الوطنية المعنية بالمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الصائفة المقبلة النتيجة كانت جد مشرفة خاصة أنه كان لنا تواجد في بوديوم في عدة مناسبات بالإضافة إلى الفوز بعدة مراحل كذلك الفوز بالقامسين الأحمر والأخضر لأسرع دراج التي فاز بها الدراج حمزة ياسين بالإضافة إلى ترتيب العام مرتب الرابع للبطل عزدي العقاب هذه المنافسة تدخل في إطار برنامج المديرية التقنية الوطنية بما أن هذه المسابقة تسبق المشاركة في البطولة العربية بعد أقل من أسبوع التي تعتبر كلها في خانة المحطات التحضيرية للاستحقاق المتوسطي كذلك نقطة أود إشهد بها وهو أن أهنئ للبطل ياسين شعلال على مشاركته في رابطة الأبطال إلى هذه المنافسة الجديدة التي استحدثت من طرف الاتحاد الدولي وتعتبر أول مشاركة جزائرية في هذا المستوى بالإضافة إلى النتيجة الإيجابية التي حققها وهي مرتبة عاشرة عالميا نثمن هذا الإنجاز وكأتحاديا سعى دائما إلى تدعيم هذا البطل الذي قدمه وما زال يقدم الكثير للدراج الجزائرية في هذا الاختصاص ترجمة نانسي قنقر